هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار أنا عم بلق ما بعرف لاش غنوة بالحلقات يلي لازم نبلش فيها بشوي جدية حاب يعني أعطيك شوية أهمية شوية أنا ناطريك بالحلقات يلي لازم نبلش فيها هيك بشوية جدية بتطلب مني أنا اللي بلش أول شي بونسوار مساء الخير غنوة ونعيما لأنه غنوة محممي من نطرتها لخلصت حماما نطرتها لتخلص حماما اليوم ومبارح نطرتها لنسجل بس ما كانت قادرة لأنا سهراني ما رح نفوت بهالتخبيصة ما رح جاهد لك عن جد تعبت وقد يكون ما قلش لدي بقى جاوبك صراحة قدام العالم صح أنا أكبرت شوف أنا أكبرت مئة سنة معك وعلى قبل ما أنت كمان أتكبري يا غنوة شو أول شي عن جد بونسوار لكل الناس اللي عم يحدرونا وعم يسمعونا رح خبركم شي هيك لأنكم معودين علينا نحن ناس كتير شفافين معكم وما فينا نخبي عليكم فراح كون كتير صريح وواضح معكم صار حادثة بلبنان من يومين تقريبا وحادثة كتير بشعة وسائلة وكنا عم نتناقش أنا وغنوة إذا لازم نحكي فيها بحلقة أول شي بونسوار أو لا مسترجعنا قررنا أنه ما كتير نفوت بتفاصيلها لحتى نخلي هذا البرنامج على رأي غنوة فصحة للفرح والأمل والضحك ومش للأخبار البشعة بغض النظر أنه أكيد نحن من دين اللي صار عم بحكي أكيد عن وفاة الطفلة لين طالب يلي عمره ست سنين ويلي ما بيعرف لين بنت عمره ست سنين ماتت نتيجة تعرضها لاغتصاب كتير مئزي وكتير بشع عملها ترومة نفسية وجسدية متكرر صاح وبعدها لليوم الأقاويل عم بتروح وتجي أهل الأم عم يتهموا أهل البي والعكس صحيح والعطرة الوحيدة أو الضحية الوحيدة هي لين وهي هيدا الطفلة اللي راحت ضحية وتوفت ضحية هيدا الاغتصاب المتكرر فتناقشنا إذا لازم نفتح الموضوع رجعنا أنا وغنوة قررنا أنه باركي نخلي لوردة وميراي والناس والصبايا تبع البودكاست هن اللي يستلموا هيدا الموضوع من جانبهم المختص باركي أكتر بس ما قدرنا ما نبلش الحلقة بأنه نقول الرحمة لروح اللي ينطالب ولكل الأولاد يلي عم بيروحوا ضحية أهمال من مال وحتى يوصل أهمال كمان ليكون أهمال على مستوى أعلى بعض ويلي هو مثل ما صار مع لين إن كان اغتصاب جسدي أو حتى تعنيف معنى ونفسي عم يتعرضوا له الأولاد كل يوم فتحية لكل الولد عم يتعنف بحيالة طريقة من الطرق وإن شاء الله يا رب نوصل لمرحلة ولمطرح عن جد يبطل فيه اللوحوش البشرية مثل ما صار مع لين وبعرف إنه عم بيصير بكتير بيوت فإن شاء الله يا رب نوصل لمرحلة نتخطى هذا الموضوع ويبطل فيه عنا وحوش البشرية بدوم صوتي أكيد لصوتك هيسم ما في شك وعن جد مش لأنه الموضوع مش مهم قررنا ما نحكي عنه بس ولكن مثل ما قال هيسم كان ضروري نذكره إنما عن جد بدي أتركوا لاختصاصيين يحكوا أكتر عن التعامل مع هيك حادثة ليش بيصير هيك وكل هالأمور نتركن للمختصين نحنا هون خلينا بأول شي بمصوار نسلط أكيد الضوء على هيك حوادث بتصير وبتزعل إنما نجرب قد ما فينا نرسم البسمة على وجوهكم متل ما عودناكم ومتل ما منقول دايما بس لحتى نختم هيدا الشقة من الحلقة متل ما منقول دايما لكل الناس اللي عم يسمعونا بغض النظر عن العمر يلي كنتوا فيه دايما في ناس تتصلوا فيها أو ناس تخبروها ولا مرة تخبوا إذا صار في معكم أي حادثة معنوية نفسية جسدية ولا مرة تخبوا أو تخافوا أو تحسوا أنه أنتوا الغلطانين أو أنتوا الضحية إذا صار معكم هيك شي ولا مرة أنتوا الضحية أنتوا دايما لازمت تواجهوا لازمتقولوا إيه بس كمان بهذا الموضوع للأسف للأسف إيام كتير لما هالطفل يروح أو هالصبية تروح أو هالشاب يروح يحكي لأهله أو لعائلته إيام كتير بينحط الحق عليه إنه شو عملت أنت لخليت هيدا الشيء صح بس أنا أصدنا هدفنا نقول ولا مرة تخلوا الناس يقولوا لكم أنه أنتوا شو عملتوا أو أنت شو كنتي لابسة اللي حتى صار معيك هيك أو أنت شو عملت حركة اللي حتى صار معك هيك دايما في ناس تسمع في ناس ما بعرف في كتير جمعيات إن كان باللبنان أو بالعالم العربي حتى قادرين إنه يكون في عندهم خط ساخن قولوا انتوا إياهن على القليلة تخبروهم شو صار معكم لأنه هذا الشيء مش مسموح إنه يكون بعضهم عم بيصير بالمخفى وبعدنا عم نخاف نحكي عنه بسياق متصل هيك بشكل كتير سريع بدأي أخذ رأيك بشكل سريع كمان من كميون في فيديو انتشر للممثلة ماجي أبو غصن على أحدى الطرقات اللبنانية عم بتساعد طفل عم بتعنفه أمه شفت الفيديو هو راح فيرل كتير شفت ايه شفت الفيديو نبين بعدين إنه الفيديو هو لتوأمة أو عم بيخبرونا إنه ماجي صارت مع حماية وعم تعمل دعاية لحماية اللي هي لحماية الأطفال نقسم كتير الرأي بين إنه اللي عملته ماجي بروباجندا بس لحتى هيك يعني إنه نعمل شيء وبالعكس هذا شيء مش صحي نعمله وناس قالوا بالعكس كتير حلو المساج وكتير حلو نعمل هايك التجربة الاجتماعية لحتى نضوى ونقول للناس إنهم بلع تطلعوا فيه ولاد عم بتتعنف فخبريني أنت شو كان رأيك بس شفت الفيديو لك أنا أول ما طلع الفيديو صراحة شكيت شكيت إنه فيه تمثيلية من وراء يعني ما بعرف ما بعرف إلى أي حد يعني بعد هيدا النوع من إذا بدك هيدا النوع من التوعية بعده بيثبت بعده بيثبت عنا إنه حطوا حالكم محل هيدا الولد فيه يكون ابنكم يعني ما بعرف ما بعرف شوفي أنا شفت أكتر على إنه بالعكس يعني الناس اللي قالوا إنه عملت بروباجندا أنا شفت برو إنه بدنا إياها نحنا صرنا بزمن هلأ لو حماية نزلوا أو حيالة جمعية خاصة طعنبل بالأطفال نزلوا حيالة بوست يمكن تقطع عنه تعمل سكرول أب عليه وما حتى تطلع فيه فعملوا هيدا الشوك يلي هو نحنا بحاجته يلي نحنا للأسف صرنا عايشين على إنه إذا بدك على الترانس أو على الأصص اللي بتصير وبنحس أنه مصورة بالمخفة ففكرة إنه مصور فيديو بالمخفة وما جاء أبو غصن عم تضرب مرة بغض النظر إنه كان مبين تمثيل من الأول بس إنه عمل هيدا الشوك يلي هو خلى الناس تحكي عن الفيديو وبالتالي تحكي عن الأطفال يعني لأنه يمكن لو نعرض الموضوع لوحده ما حدا كان رح يحكي فيه فبالعكس أنا بشوفها إيجابية برافو لحماية ولما جاء أبو غصن على الطريقة وعلى اللفته وأتليست بعدنا عم نحكي عن هيدا الموضوع بس بتعرف هيسم لطالما سألت حالي هول الفيديويات أو هول حملات التوعية مين التارجت آديينس طبعا بيبقى؟ أنا وإنت مين؟ لكن يمكن آه يمكن ما بعرف هيدا شو بيسموه الأوديينس بس يمكن الأوديينس يلي هو مثل كأنه عم بيدفشو أنه يحكي عن الموضوع مش الأهل لأن أكيد هني مش الأهل الأوديينس طبعا ولا هني الأطفال بس بعتقد هني كل المحيطين يلي معقول يعرفوا عن تعنيف عم بيصير يلي مفروض يدفشو هيدا الموضوع يلي مفروض يحكو بهيدا الموضوع كل الوقت لأنه فيه مواضيع لازم نحكي فيها كل الوقت غنوة يعني مش عم نكون سلبيين ايه مش عم نكون سلبيين بس أنه هلأ بقعد بذكر لك مواضيع احنا نسيناها لازم نكون عم نحكي فيها كل يوم يعني بعرف أنه يمكن مش عم نحكي فيها كل يوم بس منفكر فيها كل يوم بس بعطيكي أصغر مثلا القصص اللي صارت باللبنان من ثلاث سنين انفجار المرفق باللبنان مثلا عم بحكي بمحل معين بطل حدا عم يحكي عنه ومش يعني ما صار مش يعني بعدنا من أزينا مش يعني وصلنا للي بدنا نوصله بس إنه في قصص وهيدا عطيته اكزامبل هلا بس إنه مثل تعنيف الأطفال مثل الزواج المبكر للأطفال مثل عمالة للأطفال هو قصص نعرف إنها عم تصير كل يوم بس ما منحكي فيها كل يوم وهيدا غلط فيمكن هيدا القصص هاي الشكات نحنا بحاجة لقلا لأنه نحن لتارجت اودينس اللازم يرجع يحكي عن الموضوع نهيا عم نرجع نحكي عن موضوع الأطفال هلا أكيد لأنه صارت حادثة الطفلة اللي ينطالب بس كمان لو ما صارت كنا رح نحكي لأنه صار الفيديو فبالعكس أنا بشوفه شيء إيجابي صح 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 طيب هلا لننقل شوي لننقل شوي نزلت ثراكس أي يعني ما بعرف مع الثرد شو القصة هل هو رد لتويتر لألن ماسك ما بعرف شو رأيك أنت أنا نزلته بعد ما فتحته يعني هلأ نزلت الأبليكيشن قبل ما نبلش تسجيل الحلقة بس بعد ما ولا شيء يمكن لأنه بعد أبليكيشن جديدة مثل فيسبوك أول ما طالع بس أنه فيها شوي نوع من إدمان لأنه أنا نزلتها من شي ساعة صار لي ساعة بس فاتح وعم شوف يعني عرفته وعم عم شريفة شكل شوي وفيه شيء كتير غريب وبيضحك أنه هو ثرد معمولي لحتى إذا بدك يضربوا تويتر أو ضد تويتر صح هاشتاج هاشتاج ثرد تريندينج على تويتر بكل العالم فهيدا الشيء أنه ما بارف حلو على إجابة يعني هو الثرد شيء الثرد شيء ضخم يعني هلأ صار بوجه تويتر يعني اللي اكتف على تويتر هلأ معقول كتير ينقل على الثرد و ما باعرف ما باعرف إذا بينتهي يوم من الأيام تويتر أو العكس أو ثرد ما رح يقدر يوصل ل تويتر اللي هو أبليكيشن أقدم بكتير و وفيها كتير أكتف بيبل هونيك علي صح وهو يمكن بعد الناس it's about time يعني exactly يمكن الناس بعد شويل أنا مبسوطة هيكي مبسوطة بالأبليكيشن بعد كتير طلعت طلعت محمس صح فما بعرف بس هو لا شك إنه مدمان بس ما بس ما ليك مثل ما طلعوا النوتس فترة شفت لما تروح ها دي أمز في نوتس يعني في حركات انستغرام عم تعملها يعني ما بعرف إذا عم تعملها بس لتعملها أو شو الفايدة منها النوتس أنا مثلا ما حسيت في الفايدة منها لنشوفها لثريدز إذا رح تقدر تتغلب على تويتر أو لا طيب انتراقا من الثريدز رح أخذك على سؤال تاني هيكي random بما أن الحلقة رح تكون random شوية بس ما فهمت أنا بعرف أنه أنا اللي مفروض اليوم مستمل صحي حلقة أو موضوعة شو سؤالك ليش خير صحي سؤالي لقالك في حدا كاتب على ثريدز what's your weirdest talent أو شو هي الموهبة أغرب موهبة عندك إياها هو حاطت أنه فيه إياك 95 سوشي بنص سيعة حدا حاطت أنه نادس حاطت فيه يقول كل جملة من جمع الفرنس بالعشر مواسم حافظهم كلهم فأنت شو بتحسي أكتر موهبة غريبة عندك أنه بقدر سوفر بلا ما سوفر يعني بقدر سوفر بلا ما استعمل زلعومة يعني صوت بس يجيب يعمل كأنه صفاير شو يعني بليس سمعيني شو يعني شو صوت بس بدي زيح بدي زيح يعني بدي زيح تمع عن الميكرو حتى أعملك صوفورة المشهورة بس أكت بديك هوا ونفس شو خص مخص زلعومة أوكي سمع هلا يمكن تنقذ يودا يودا حبيبتي رح سوفر أوكي ما تنقذي اي أوكي هلا بطل تنقذ سمعتك سوري رح أرجع عيدا لحظة لأ بس شو عم تحكي شو بتستعملي حبيبتي يودا رجعني لاحظة لأ عيدا بس سوري شو بتستعملي بس تعمل بس صوت الأيجيو وبعمله على شكل صوفورة بس كتير غريبة اي 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 طب واو بنحل سألتك هالسؤال يعني ما في مرة بعمله قدام جمهور إلا ما بيقلي من وين عبيطلع هالصوت اي لأنه غريب نوعيت نوعيت الصوت الله انت شو شو لأ غنوة شو معقول يطلع منك ومن وين انت شو ما بعرف ما عندي موهب غريب شباب فين أعمل أصبع هيك فيك هلا هادي انه اي هايسام ما فهمت لا لا مش هاكي بس هاي بس هاي بتحرك لك وين سوري بس لأن الناس اللي ما عم بتعرف عم فرجي غنوة أنا فيني هيك اقتل أصبع إلى لحظة ويصير مدرك كيف ميت خلاص فعلا انه منا موهبة غريبة موضوعنا لليوم هايسام يعني قد يكون حكينا فيه من قبل على أول شي بونسوار انما شوي هالمرة بدي اخده بمنحة آخر رح نحكي شوي عن لانج ديستنس ريليشنشاب اي ماتة بتظبط اي ماتة لا شو بتعمل مع الشريك انت بال public places وشو ما بتعمل هيدا موضوع اليوم هيدا موضوع اليوم هل عشت هالنوع من العلاقات لك أنا قلتلك قبل أنا إلى حد ما بمنع حالي عن هالنوع من العلاقات يعني أنا لأني بعتلهمة ولأني بتعلق كتير بالاشخاص بمنع حالي يعني بعمل هيك اذا بدك بوقف شوي لما أحس انه هيدا العلاقة رايحة على محل فيه كتير مشاعر وكل حدا بمحل فلا ما عشت بالمعنى اذا بدك بتفاصيلها أكيد بأيام بتكوني هيك عم تحكي مع أشخاص هني أصلا بعاد بتحس بمشاعر حلوة بس انه فوت فيها للآخر لكون على علاقة جدية أو على علاقة عن جد بحدا بعيد أنا بمنع حالي أعمله صراحة لأنا بتوجع يعني هو الحد اللي حدك وسئيلي العلاقة معه انت عيشتيا ايه انت عيشتيا معرامي أصلا أنا عشت تقريبا سبع سنين يعني معرامي في أحد مستمعين أول شيء بمصوار اكتشلي سألتنا إذا حكينا عن هيدا الموضوع من قبل وإذا فينا نحكي بالموضوع وقلت له انه سبق وحكينا من قبل إنما بدي شوي هيك فتلة بالتفاصيل إنه أنا بالنسبة لإلي long distance relationship ما بتثبط غير لما هالشخصين يكونوا فعلا حطين إذا بدك أفق لهالعلاقة وحطين option إنه معقولة تتكلل بالزواج أو تكون نوعا ما serious وبطبيعة الحال لهيك نوع من relationship تثبط بدي تكون إذا بدك mutual يعني مثل ما أنا رح حط effort بهذه العلاقة عن بعض الشخص الثاني مفروض كمان يحط effort بهذه العلاقة عن بعض لأنه كتير صعبة تخيلني أنا هلأ ببلد تاني يمكن نحنا هلأ لأنه بذات البلد منشوف بعض من وقت للتاني منحكي مع بعض إنما بطبيعة الحال لما الشخص يصير بعيد بتخف بيخف التواصل إنما هون بيلعب دور قدي قوية لعلاقة وقديش أنتو بدكن تستسمروا فيها أنا إذا يمكن تتفاجئ بس بقلك إنه long distance مانا صعبة صح بتشتاء صح بمحلات كتير بتكون أنت بحاجة لهيدا الشخص حدك بحاجة لأنك بس لأن بدك تعبته بدك تبوسه إنما منه موجود بهيك ممانيت بتشتاءله إنما هي صعبة كصعبة إنه الله بيصبر إنه إذا شفته بعد كل شهرين ثلاثة لأ بلى بس لكن في ناس بقولوا أنه بالعكس أحسن إنت المكسيموم اللي بتعتبر إنه معقول تضلك بعيد عن الحبيب لاتسي إنت مع شخص أوكي قدي معقول تتحمل تكون بعيد عنه لكن هلأ مع ظروف الحياة بعتقد إنه مثلا شهرين ثلاثة إذا أكيد إذا العلاقة كانت مبلش أنت وحده للشخص مش إذا من الأساس مبلش العلاقة على التليفون أو أكيد لا أنا مبحث إلى أساس يعني بالعكس على القليل يكونوا سوا واضطر حدا يسافر صاروا كل حدا بمحل إذا كل ثلاثة أربعة شهر مثلا ماكسيموم شافوا بعض لأنه في زروف تجبر أيام الإنسان يكون كل حدا ببلد بس أنا في ناس عن جد لانجد لدرجة أنه مثلا كل السنة بيشوفوا بعضهم مرة أنه لا كتير إذا كتير يعني لك أنا مع رامي عشت الشهرين ثلاثة بس الأقصى كانت سبع تشهر والسبع تشهر بتخوف بتخيل عطول سبع تشهر بتخوف أكيد أنا أنا على خامس شهر صرت تسأل حالي أنا أنا مع مين أو مع مين عم بحكي أو أنه هيدا هو شخص يعني بتصير بتسأل حالك كتير كتير أسئلة بتخوف إنما بس تيرجع هيدا الشخص وعفكرة في شي كتير غريب أنه لما يرجع الشخص من بعد هالشهرين ثلاثة أو متل أنه بتصير عم بتدسه لتشوف إنه إذا هيدا الشي حقيقي أو إذا إذا اللي أنت معه بعتقد غنوة كانت عم بتقول إنه دست رامي دسته نعم مباشرة من أول شي على كل حال فهمت عليك أديها غنوة لطيفة بطريقة كيف بتقول الإشياء مثل ما هي بريئة لأنه مش مثلك متعجري في وواتي أو مستمع أول شي بمصور قدرين يعرفوا شو اللي صاير تحديدا معك حاليا يا غنوة أوكي شو أي بس كنت بدي إليك بس كنت بدي إليك إنه أنا مع مبدأ أو منطق إنه بالعلاقة أو إذا بدك واحدة من مكونات العلاقة الناجحة هي الشؤ يعني هي إنك تشتائل الشخص أنا مع إنه لازم بالعلاقة يكون في بعض بين الاثنين كل فترة وفترة إلى حد ما لحتى هي كيشتائوا لبعض ترجع هاي دي حرارة حتى لو إنه هني بنفس البلد إي إجزاكلي أنا ضد هاي العلاقات يلي هو بس يحبوا بعض أو بس يبلشوا يحكوا مع بعض لحد ما يموتوا ولا شي بيعملوا لوحدهم يعني في فيه ناس أنا بعرفهم ولك شو ما بده يعمل هي معه أو شو ما بده تعمل هو معه لا 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 أكيد أنا مع ال space مع أنه يبعده مع أنه يروح كامпинг مع صحابه ثلاثة ايام تكون هي لوحدة تشتقل بها ثلاثة ايام يعني أنا معهم له القصص لأنه بعتقد هنا شي إيجابي بالعلاقة يعني لأنه تصبت في حال اثنين تكون تستمروا فيها بنفس الأفرط لأنه بطبيعة الحال لما الشخصية يكون مسافر بتصير مستنظر منه أفرط معين إذا ما كان يعمل أو إذا حسيت أنه أنت تستطيع أكثر من ما تستلق ثلاثة يجب أن تتحدث عنه وكتير مهم الكميونيكيشن بهيك تحكو أنت مزعوجين أو متضيقين أو إذا حسيت بعيد التواصل جدا مهم بهيك وقد ما قالوا لكم صعبة إنه سبع سنين من حياتي ويحو وصار لثلاث سنين مجوزة وعايشين ببيت تحت سقف واحد والحياة جدا حلوة هيسم أنت بتحب هول الكوبلز اللي كتير بيبقوا عايشين الحلم ويعني بيبقوا إيدان بإيدان بعض وبيبوصوا بعض وحياتي وحبيبي أكيد لا أكيد أكيد لا مش بس حياتي وحبيبي في هول كوبلز عرفت طبع إنه كل ما ما بعرف راحت جابت كبيت ماء وإجيت بيكاجكجوا بعض بيبوصوا أنا أكيد مش معهم ما بحبهم له الحركات يعني ما بحب على فكرة إنه إذا أنت خاطب حدا أو مجوز حدا أو بتحب حدا لازم تضلك ماسك إيد هالحدا أو عابطه كل الوقت لحتى نعرف إن كنت سوا خلاص إنه إنتوا بتعرفوا إن كنت سوا فيه شي بالهواء بيخبرنا إن كنت سوا مش مضطرين نشوف نحنا إن كنت سوا يعني فزيكلي إنت ما بتعمل احتراما لأنه للعالم اللي إنت معهن ولا إن ببليك عادة ما بتحب تعمل هالقصص لا إنه محدا مضطر يعني إنه إذا صارت مرة بالعشرين سنة ما بعرف إنه صار شي موقف خلينا يبين بأن إن ببليك إنه إحنا سوا ما عندي مشكلة بس أصدق أكيد احتراما للناس إنه لا بدي شوفك يعني لا بدي شوفكم عم تمسوا بعض لا بدي شوفكم مسكين إيدين بعض وإيدينكم عرقانين أنا ما عندي إيها أبدا مع رامي يعني أنا مع رامي عشوائي ما بتحسنا كابل ما هذا أصدق أنتوا بتعرفوا نكون كابل مش ضروري للأمة العربية كلها تعرف إيه بعدين ما بحب مثلا بوسوا ونكون بجروب ويصير الكل عم بيطلع عباوستي أنا وييه إنه لا سوفا في شوية برايفس يعرفون I don't like this أو تخيلي مثلا نيجي من السفر بعد سبعة شهر وتضطر دي السي قدام الناس ما هو كمانا يعني بدنا ننتبه شو نعمل وشو يصير بالمجتمع تعرف قد يكون يعني خلص اكشفوا كافة كافة عن جد تخباية وحان الوقت لحتى كل الناس تشوف كيف منغني كيف منسهل طيب أنت أنت عفكرة شفت هيدا الفيديو اللي تسرب لشخصين عم بي ميرسوا الجنس عالبحر عنا بلبنان صب الصبح شفتوا هيدا الفيديو اللي رح فيرل يلي على الشط اي على عين المريسة مع أنه بالأول طلع أنه هيدا مش بلبنان وقديم بس أنه هو جديد وبلبنان قديم أو جديد لا تساي أنه صار بلبنان على الشط البابلك بيتش أنت بترفض هيك هيك عمل أو أنه يجي سؤالك من بعد ما سألتني إذا أنا مع أنه يمسكوا إيديهم ويبوسوا بعض وقلتلك لا بأقول إليك لا لحظة هولي نحن عم نحكي إذا يبوسوا بعض ويمسكوا إيديهم بعض لما مثلا تكون داهر عاشا مع أصحاب أو بيسهرة أو 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 يقعدوا كل السهرة يكاجدوا بعض ما بحبها أنا ما بحب عم بحكي عن إذا عم بيميرسوا الجنسة عشرة للعام بس أنه ما في حدا حواليهم هنه بس لتنين الصباح هيك إجعى بالهم بتعتبروا خدش للحياة يعني ولا أنه يستفلوا شكرا لسؤالك القيم بعتقد رح تطلع تقيل شوي هنو بعتذر من كل الناس اللي عم بيحكوا أنا مش أنه ضد أنه يميرسوا الجنس in public أنا ضد أنه هنه ببيتهم عم يميرسوا الجنس يعلوا صوتهم يعني وطوا صوتكم لأنه مش مضطرين الجيران يسمعوا وأنه كن عم بتميرسوا لشن قرفته هل قد يعني فأنه أكيد أكيد ضد أنه يصير هيدا الشي in public وبرجع بقول مش منعا للحريات أنا مع الحرية بس هيبطلت حرية حريةك بتوقف لما تفوت على حرية غيرك وأكيد أنك عم تفوت على حرية غيرك إذا أنت على الشط بمكان عام محل بيقطع فيه ولاده كبار وصغار ومعقدين يعني أصدق أنه كل الناس بتقطع فيه أكيد أنت هاي مش حرية هاي دي صورة عم تتعدى على مطرح عام لكل الناس اسمه عام أنت مش بمحل خاص لو مستأجر مطرح لقلك خاص عمول فيه اللي بدك يه ما حدا شايفك بس أنه لا أنا أكيد ضدها أكيد لأنه ما حدا مضطر قصدي يعني رفتين كيف معقول أنت بالمحلات العامة تفرجي حبك للشخص ماني مضطر يعني كيف مانك مضطر أنه قصدي بالمحلات العامة شو الهدف أنك تفرجي حبك لرامي غير أنه الناس تعرف أنك بتحبي رامي أنه رامي رح يعرف أنك بتحبيه بالأماكن الخاصة فما في سبب نفرجي حبنا مثلا كنا بسهرة وإجت أغنية بتعنيلي وبتعنيله أوكي بطرقسة انتوية وقردنا نحب بعض ولكن بطرقسة انتوية بتعبتي بتبوسيها البوسي بتقطع هيك مرة بس أنه مش أنه تطلعي بتحبي 830 غنية بـ 813 ألبوم يعني أنه كل ما تجي مسيق توقع ورامي هاي غنيتنا وتروح وتبلش وتحبوا بعض الداب الناس يعني أنه بتسائب مرة بتعبتي تعرف أنه في عالم بيحبوا بيلاقوا لزة بهيدا الشي ما هو المشكلة أنه صرنا بزمن العالم بيلاقوا لزة بكتير إشي صراحة على فكرة صرنا هيسن بعتقد أنه صرنا بزمن بخوف يعني بكرة أنا ولادي لوين بدي تجيبهم على أي دنة وحيات الله غنوة مبارح كنت عم بحضر شي هلا ما بدنا نجح نفوت بنفس التفاصيل لأنه بعض مستمعينا ما كتير بيحبوه بس مبارح كنت عم بحضر شي خاصه ب شو اسمه بالعربي ال جي بي تي كيو يعني المنظمات اللي تعنى بال مش منظمات ما بعض شو اسمه بالعربي إنه المثلية ومش بس المثلية قصدي كل شي فمبارح كنت عم بحضر قصص وعم بقرأ قصص لكن دايما بقول وبكرر وبعيد أنا شخصيا من أكتر الناس المنفتحة واللي هيكي بالطالب بالحرية بشكل عام بس وصلنا لمرحلة فيه أشياء ما بتقطع عن جد ما بتقطع مبارح كنت عم بحضر شي من هؤلاء القصص اللي عم بتصير مع الأطفال يعني مع إنه بس يعملوا ما بعرف شو بزقين بس يظهروا هايدي هيكي التجمعات يلي بيصير فيه أصص ويلي بيكون فيه معهم أطفال عم يتفرجوا عليهم فكنت عم بحضر فيديو فين أبعط لك يا أطفال موجودين بهذا التجمع والله وشي وهني حتى حاملين هني الترانس جندرز أو ترانس سكشوز ما بعرفين المتحولين حاملين أصص مكتوب علي أنه وانه نحن برنا ننشر سقافتنا عندولادكم كمان كلمة الجنريشنز اللي جايين يطلعوا فاهمانين نحن شو وانه نحن كذا بس تحكي معهم ما بيقبلوا تحكيهم بهي وشي في ناس ذاي في ناس دم في ناس يعني فيه برناونس صار بتحكي معهم مع الناس يعني أنا بجي بقلك أنه أنا ما تحكيني بصيغة أنت بدي تحكيني بصيغة أنتم أو مثلا ما تحكيني بصيغة أنت بدي تحكيني بصيغة هن كل حدا كما بده فقصد أنا مع الحرية للمكسيموم بس في محلات صارت خلص يعني ما تعملي لها المناظر أنا مش ضد الحرية أنا مع الحرية كتير وأنا أكيد أكيد في فرق بين أنك تجي تقولي لإنسان ما بعرف مثلي بده يعيش حياته أنا ما أخصني معه بالعكس أنا بالعكس أنا بشجع أنه كل حدا يعيش حياته مثل ما بده يعني بس 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 تصير كمان بنرجع لموضوع الحرية بس تصير عند تتعدى على حرية الآخرين لا بلش بتبلش تزعج إيه يعني هو بحيانا شي بتعمله بالحياة بس أصدق إذا عندي ولد مثلا اليوم أنا حركي في بربيه إني أكيد أنا عندي حريكي في بربيه بس ما حدا بيجي بإلي أنه بدك تربي ابنك غصب عنك يحب فلان أو يكره فلان بغض النظر من هو فلان فهني هيدا بس التحرك اللي شفته عن جد عم بحكي هلا إنه كاتبين قصص إنه بدنا ولا تكون يحب إنه مثلا نفهم ولادكم إنه إحنا موجودين ورح يحبونا بس يكبروا فهمتي قصدي إنه هيدا الشي مش مزبوط فكرة الهي وشي وكذا والبرونانس بيحترم كل الناس وبتقبل كل العالم بس فيك تمارسي شي بيعنيلك أو شي أنت مكوني بهالطريقة مبالا ما تفرده على الشخص الآخر مبالا ما تفرديه بطريقة إنه خليني أعيط لك مثل ما بدي إنه هلا أنت إذا قلتلي هيسم وأنا عبالة عيطيلي أستاذ هيسم قدي بطلع سائل لا مش عم بمزع قدي بطلع سائل إذا جيت قلتلك بليز أستاذ هيسم إنه بطلع سميك فنفس الشي إنه إذا حدا عم بتعيطله أنت بليز عيطلي أنتو هو قد يكون هيسم لازم نوعا ما نوصل لسلام داخلي مع نفسنا نتعرف على نفسنا ونتعلم نحب نفسنا ورح تلاقوا سبحان الله إنه وصلتوا لسلام داخلي لدرجة إنه ما بيعود يعني لكم أصلا لحياة الآخرين إكزاكلي بس هيدا الشي ولا إنه تفردوا معتقداتكم أو 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 على الأشخاص التانين مية بالمية بس قصدي هيدا الشي على الميل تان يعني يعني بس نوصل لسلام داخلي كلنا سوا أنت رح تحسي إنه ما بيعنينك أو تفاهى إنه أصلا تتطلع بغيرك إنه مختلف عنك وبنفس الوقت السلام الداخلي لازم يكون عند غيرك كمان لا يحس إنه تفاهى أنا قاعد أجبر غنوة شو تعيطلي إنه ما أنا هاك إنه إذا عيطتلي بسينة ولا عيطتلي ركاية ولا عيطتلي بالراد ما أنا نفسش إنه أنا هاك تعيطلي متل ما بدت صفل فهمتي قصدي فكلنا لازم نكون أنا هيدا السلام الداخلي وبتعرف أنا مثل ما كلكم صرتوا بتعرفوا إنه بلشت ثرابي وهيكي عم لوصل لمراحل أنا والثيرابيست كتير حلوة عم بتخليني عن جد اكتشف إنه قديش أنا معقولة كون أبيبل بليزر يعني بعمل كل شي لأرد العالم إنه عم تبلش تخليني استوعب وفكر بسخافة هيدا بتفكير وقديش إنه إنه ليش عم بعمل أصلا هيدا الأفور لأعجب كل العالم وعم تعطيني هيكي أمتي اللي عم تخليني عن جد شوف قديش إنه مشكلتي صغيرة عن جد هلا عم بسأل يعني قدرت توصل لجواب ليش أنت وهيدا شي مش مسب يعني بس أصدق أكيد لأنه دايما I seek for admiration I want people to make me special يعني لهالأسباب أنا بصير بعمل أفورت زيادة لأعجب العالم إنما هلأ أنا بالثاربي عم بتعلم إنه أوصل لمرحلة إنه خلص كون أنا اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه ما عجبه وهيك بكل شي عم بيصير معنا بالحياة ومع كل شي بتصادفو بالحياة حملو خفيف اطلعوا بحالكم نظروا لحالكم وكونوا أنتو مرأة يعني مرأة انعكاس انعكاس شو بدك تقولي خلصيني شو النقطة يعني خلص أنتو كونوا انعكاس لنفسكم لذاتكم وما تطلعوا على غيركم وتركوا غيركم يعيش متل ما بدوا طالما ما عم بيقرب ولي عم بي بس هيدا اللي عم نقوله هيدا اللي عم نقوله شو ما كان الوضع بالدنى شو ما كان الوضع بالدنى عنجد مفروض أصلا الظروف يلي عم نعيشها تحسسنا وتفهمنا وتوعينا وتضربنا كاف وتقلنا أنه عنجد كل حدا يهتم بشؤونه بس إله لوحده ويحترم خلي هالناس تصطفل تعيش متل ما بده طول ما هي ما عم تزعجنا وما عم تأزينا بس التيش كتير مهم غنوة بموضوع الثيرابيست وموضوع أنه حتى البيبل بليزر أو حتى الشخص يلي كتير بيهمه أنه يرضي الآخرين تعي فكري فيها عنجد هلا هيدا نقطة كتير مهمة أساسها أو الباز تبعها هي أننية يعني هي حدا إذا بدك حب ذات بس حب ذات غلط فنحنا دايما منطلب أنه حبوا ذاتكم حبوا نفسكم بس ما تحبوا نفسكم بطريقة غلط يعني فيه كمان مثل ما بيقولوا لك ما تغنج ابنك زيادة ما تغنج حالك زيادة يعني هيدا اللي عم تحكي غنوة شي كتير أساسي مش بإيدة أكيد ولا بإيدة ولا بإيد حدا بس فيه كتير ناس موصلة حالة بأنه ترضي الآخرين لأنه بالأساس بلا ما تعرف باللواعي طبعا هدفها ترضي حالة ترضي هيدا الأدميريشن ترضي أنه الناس يحبوها ترضي أنه ما حدا يكرهها بالدني هيدا بترجع لإله لزيتها فكمان تغنيج النفس وتغنيج حالكم لازم يكون على أسس صحيحة وما تحبوا حالكم بطريقة يا غنوة طريقة غلط بس خلص هدفنا تغنيج النفس هدفنا بهيدا الحلقة حبوا حالكم صح غنجوا حالكم بس بطريقة صح ومزبوط خلوا الناس على مثل ما بيقولوا كلمين عادينه الله يعينه خلني الناس على مثل ما هي بتآمن تآمن تصطفل وإنتوا عيشوا وآمنوا مثل ما أنتوا بدكن ما تجبروا حدا بشي بس لأنوا أنتوا بتآمنوا فيه لأنوا أنتوا ما رح تقبلوا حدا يجبركم بشي ما بتآمنوا فيه كمان تانكيو هاي سام عن جد برجع بحكي إذا ضرر عرفته بأي بأي تعنيف جسدي لفظي معنا ونفسي لحيال الله حدا عم بيصير عن جد بلغ وضغري ما تقولوا أنا مخصني وأنا برات القصة لا كلنا جوية القصة لأنه كلنا معرضين أنه تصير معنا وبس نحبكنا كتير مرسي كتير هيسم عن جد اللي ما عنده هيسم بحياته يعني يشتري أو يسألني إذا فيه يستعيره أنا بعيره كل أيام الأسبوع إلا نهار التسجيل تانكيو لوجودك في حياتنا هيسم على أمل أنه الأسبوع المقبل تكون حلقتنا هيك إذا بدك شوية فن أكتر كانت نوعا ما يعني هيك إنه بدنا نقطع لك غنوة هلأ غنوة دايما عندها مبدأ لا أخبركم دايما عندها مبدأ إنه نحنا وجدنا أنا وإياها بس فور انترتينمنت إنه الناس مش مضطرين يسمعوا أول شي بمصور ليسمعوا نكد بس هيدا مش نكد يعني هيدا واقع ونحنا بالنهية أكيد لا ما أنه نكد بالعكس هولي لازم أصص نصلت الدواء علينا عليهم خاصة أنه نحنا عنا بودكاست واصل لكتير محلات فبالعكس بس أنه أنه ما بتحبز كتير دايما أنه نحكي بمواضيع دسمي وبتوجع إذا بدكم بمحال لحتى نظلنا فصحة هيكي فصحة ضحك وأمل بس لأنه نحنا فصحة ضحك وأمل دايما منيخذ الأصص هيكي بطريقة إيجابية ويا هاي سام ملتقينا أكيد الأسبوع المقبل ومن هلأ لوقت كونوا جود من قللهم باي ثري تو وان باي